السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكو أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شرح مادة الاستيل إن شاء الله في هذا الفيديو راح نحل مجموعة من الأسئلة على شابتر ثري شابتر ثري اللي تحدثنا فيه على التنسايل سترينغث لالتنشن ميمبرز تمام؟ حيث حكينا أن التنشن ميمبرز بتفشل عن طريق ثلاث شغلات سابقا أيوة وقلنا هذور الثلاث شغلات أول واحد فيهم اللي هي اليلدينك وقلنا كيف نشيك على اليلدينك مباشرة عن طريق أنه نحكي 5P numinal بتساوي 0.9 في FY في الأيريا جروس تمام؟ طيب بعدين يجينا قلنا الفيلر الثاني للتنشن ميمبرز وهو الربتر طيب بالنسبة للربتر حكينا أنه 5P numinal إلو هي عبارة عن 0.75 ضرب F Ultimate ضرب الأيريا أفكتف والأيريا أفكتف هي عبارة عن الـ U في الأيريا نت وبالنسبة للـ U عن طريق التابي البطل لحها أما بالنسبة للأيريا نت فهي عبارة عن الـ Area Gross ناقص الـ Area Holes وإذا في عندي استقرد أفكت بأخذه بعين الاعتبار تمام؟ طيب تمام وآخر إشي هو اللي هو كان عبارة عن بلوكشير اللي هو آخر موضوع فعليا شرحناه كان موضوع البلوكشير سهل دائما أنا بدرس الحالة بالنسبة للبلوكشير حكينا حكينا الحالة الكريتكل اللي بكون فيها تنشن بلين أو تنشن سيرفس أصغر ما يمكن تمام؟ والـ 5P numinal بالنسبة للبلوكشير عبارة عن بوينت 75 في الـ Penuminal والـ Penuminal هي لها قانونين قلنا بأخذ القيم الأقل بينهم بأخذ القيم الأقل بين القانونين الخاصين بالبلوكشير تمام؟ طيب تمام فنيجي الآن نحن مجموعة من الأسئلة على هذا الحكي وأتمنى قبل يعني ما تدخل على هذا الفيديو قبل ما تشوف حل الأسئلة تكون إنت حاولت وحليت هاي الأسئلة بنفسك وتيجي بس إنت على هذا الفيديو ممكن تشوف طريقة الحل اللي أنا بحل فيها مثلا لو أنت مثلا طريقة الحل تعيتك أيوة كانت مثلا مختلفة شوي أو إذا في أشياء صعبة عليك كانت أثناء الحل تيجي تشوفها وتفهم كيف انحلت تمام؟ يعني ضروري جدا أنك أنت تكون محاول أيوة في حل هاي الأسئلة ضروري جدا عشان المعلومات يعني ترسخ ويعني كمان وقت الامتحان أو داخل الامتحان إن شاء الله ما تواجه أي صعوبة في حل مثل هيك أسئلة تمام؟ طيب فبكل بساطة نيجي للسؤال الأول طبعا في عندنا أول أربع أسئلة يعني هون المقسمات جزئين إذا بتنذكر إحنا سابقا في محاضرة معينة أيوة بأحد محاضرات الماضية يجينا حلين مجموعة من المقسمات على الأيريانيت تمام؟ أيوة بالنسبة لموضوع الأيريانيت والستقرد إفكت حلين عليه بروبلمز كافية فإحنا هنا رح نيجي نحل المقسمات على جزئين يعني فعليا الجزئين الأول من المقسمات رح نحلو بناء على أو ننطلع الدازين بناء على طريقتنا يعني رح نهمل وهذا حكي بخص الأربعة أسئلة اللي هنا ثلاث ستة وعشرين ثلاث ثلاث ثلاث三 ثلاث 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 أربعة وثلاثين هذول الأسئلة ما رح يعني انحلهم بناء على اللبنك شير يعني اللبنك شير رح نهمله تمام؟ فبلوك شير فيهاي الأربعة أسئلة رح نهمل يعني بس نشيك الواقص أما في الباقي الأسئلة يعني الأسئلة اللي ظلت هذول السؤالين راح نحلهم بناء على وجود البلوكشير طبعا هذول الأربع أسئلة اللي راح أحلهم بدون البلوكشير انت بتقدر يعني لو بتحب يعني تجرب فيهم عن البلوكشير يعني تجرب ولكن مثلا في مثل هذا السؤال احنا ما أخذنا يعني في مثل هاي الحالة ما أخذنا مثلا البلوكشير ايوة ما درسنا البلوكشير في مثل هاي الحالات احنا البلوكشير درسنا يعني كان نوعا ما وما كانش يعني في تعقيد وقلنا انه البلوكشير يعني غالبا مش هو الكنترول فعليا أيوة يعني بأغلب الساكاشن ما بيكون يعني هو الكنترول أو ما بيأثر عندي كثير ولكن في بعض الساكاشن لا البلوكشير ممكن يكون هو الكنترول أيوة بالنسبة للديزاين سرينك تمام طيب فبدو ما نطول نبلج في السؤال الأول طيب السؤال الأول طبعا مونا بهذا السؤال بيقولي أهمل البلوكشير فخلص رح أرد عليه وأهمل البلوكشير ورح أحله بناء على اليلدينج وعلى الربتشر تمام فبحكيه لك بهذا السؤال عندنا هذا الساكشن أيوة وبقولك باستخدام حديد A36 والبراغي قطرها 7 على 8 طلع للديزاين سرينكث إلو فبكل بساطة أول إشي البراغي قطرها 7 على 8 معناته دياميتر الهولز الموجودي عندي إيش بيساوي 7 على 8 زائد 81 صح؟ طيب صح فباجي بحكي لها عبارة عن 1 إنش يعني هذا الحكي طيب الA36 شو مميزاته الA36 FY إلو 36 KSI أو الكراكتريستيكس تاعاته والإف ألتميت إلو 5 أو 58 KSI أو يعني كيلو سكوير إنش تمام؟ طيب تمام لاحظ هذا السكشن هذا السكشن هو عبارة عن بلت أب سكشن أيوة مكون من 2 سكشنز من الامسي سكشن تمام؟ فإذا نحنا عندنا امسي سكشن ضرب 2 تمام؟ فأنا بشتغل على امسي سكشن 1 وبضرب كل شي في 2 يعني مثلا باجي بشتغل مثلا بطلح على امسي سكشن 1 من المانيول وبس أجي أشتغل على يلدنق بقول إنه هذور 2 سكشنز بشتغل مع بعض يعني هن بشيلن نفس اللوت تمام؟ أو اللوت قاعد بتوزع عليهم فبالتالي هن بشيلن يعني ضعف يعني مش يعني مثلا الأمسي مثلا كان بشيل مثلا ناسم المثال 100 أيوة بس يوم ما أنا حطيت معاه واحد ثاني بنفس المواصفات هم رح نشيلوا 200 سوا يوم ما يتركبوا مع بعض وهكذا فأنا لازم أضرب في 2 وهذا الحكينا سابقا فنيجي نقول هنا أول إشي بدي أجي أشتغل على يلدنق طبعا عشان أشتغل على يلدنق بلزمني وجود الاريا جروس لهذا السكشن ولازم أروح أرجع للمانيول الخاص بالامسي سكشنز تمام؟ فباجي بحكي إنه 5P منها اللي عندي إشو بتساوي 5P منها اللي عبارة عن 0.9 في الـFY اللي هي 36 في الاريا جروس اللي لازم إحنا نروح نجيبها من المانيول فخلينا نروح على المانيول الخاص بالامسي سكشنز أيوة وهي عبارة عن امسي 12 في 40 كان الاريا إلو كم 11.80 فباجي بحكي والله عندنا هون الاريا هاي 11.80 إذن هون ايريا جروس بس على جنب قيمته 11.80 طيب فهذا هيك قداش بعطينا بالنسبة لليلدنق 0.9 ضرب 36 ضرب 11.80 ونسينا شغلة إنه هاي الامسي إيش الامسي هاي لوحد يعني هاي الاريا جروس عبارة عن 11.80 صح؟ فحنا قلنا لازم هاي الاريا جروس إيش نضربها ضربها بثنين تمام فلا تنسى تضرب بثنين يوم يكون عندك دبل يعني سكشنز تمام من نفس السكشن 11.80 ضرب بثنين ليش ضربنا بثنين لأنه زي ما قلنا في عندنا هون امسي وهون امسي يعني عندنا اثنين منهم يعني عندنا مساحتين بقاوم انتنشن تمام فبيطلع عندك الجواب هنا في هاي الحالي 765 فإذن الجواب بطلع عندنا 765 تقريبا أو 764.6 4 كي أس آل طيب أو كيلو باوند كيلو باوند طيب فإذن هاي بالنسبة ل الييلدين نيجي للربتشار طبعا مثل هاي الأسئلة اللي بتكون بلت أب سكشنز أو دبل سكشنز يعني بتتكرر يعني فعليا أو بتنجاب في الامتحانات تمام فيعني يفضل انك تعرف ستعمل معها وما تنسى الضرب بثنين تمام لأنه ما ضربت بثنين يعني أنت حلت سؤال غلط طيب 5P nominal في الربتشار شو بتساوي 0.75 ضرب الـ ultimate اللي هي قديش هي عبارة عن 58 بالنسبة لهذا الحديد ضرب الـ وما ننسى إيش نضرب بثنين تمام فأنا بدأ جيب الـ لواحد منهم وأضرب بثنين ماشي خلص أنا حطيت ضرب بثنين هون فأنا بدأ أشتغل على الـ لواحد منهم لواحد من الـ المسي سكشن الموجودة عندي الـ كل هاتهم جايين في الـ فأنا بهمني سماكة الـ لازم أجيب سماكة الـ فهونا سماكة الـ قديش بالنسبة لهذا الـ ايوة ارجع له هنا وين سماكة الـ هاي سماكة الفلانش هاي سماكة الـ هون قديش 0.59 فإذا سماكة الـ عندنا هون 0.59 حلو ممتاز فنجي للـ الـ لاحظ هنا أنه في عندي صح ايوة بالنسبة للبراغي في عندي في عندي أنا ممكن يعني يكون الـ يمشي في هذول البراغي مثلا هيك بهذا الشكل البراغيين ممكن كمان يمشي بثلاث براغي صح طبعا ثلاث براغي بينهم مش غير احتمال واحد بالنسبة للبراغيين ممكن يكون لهم أكثر من احتمال صح بس احنا شو منوخذ خلاص قلنا الاحتمالات الثانية منستثنيها يوم يكون في عندنا ايش يوم يكون في عندنا احتمال عبارة عن خط مستقيم تمام او الاحتمال اللي ما فيه استقرد خلاص هذا بيكنسلي كل الاحتمالات الثانية ايوة بالنسبة البراغيين ففي عندنا احتمال لبراغيين فالأيريانت بالنسبة لها يوم تكون تمر ببراغيين ايوة شو بتكون عبارة عن أيريا جروس ناقص الأيريا لتو هولز صح فبالتالي احنا رح يكون عندنا الأيريا جروس هي 11.8 طبعا هنا لاحظ ما رح اضرب باثنين لانو الاثنين انا حاطها هون فانا رح اشتغل على بس سكشن واحد والاثنين خلاص بتيجي بتحطها في القانون الخاص في الفاي بي نومينال عشان ما نخربط تمام فالأيري جروس لهذا السكشن 11.8 ناقص الاريال الهولز انا عندي ناقص اثنين في ديوميتر لهاي الهولز اللي هو واحد ضرب الثكنيس اي ثكنيس زي ما قلنا ثكنيس الويب تمام هن جايات في الويب فباجي بحكي والله الجواب رح يطلع عندي 11.8 ناقص اثنين في بوينتر خمسة تسعة يطلع الجواب مقداره 10.62 طيب نيجي للحارة الثانية اللي هي يكون فيها ثلاث براغي حارة الثلاث براغي فيها ايش فيها استقرد فبدي اضيفه على الاريانت فالاريانت هي عبارة عن ايريا جروس 11.8 ناقص ايريا لثلاثة هولز يعني ثلاثة في واحد في بوينت خمسة تسعة كلهم جايين في الويب فبالتالي كل هاتهم على نفس السماكة بدي اضيف هسا الستقرد عندي توستقرد صح عندي هذا الاستقرد وعندي هذا الاستقرد لاحظ انه هذو الاستقرد يعني الجي بالنسبة ليهم ثابتة ثلاثة نوص ثلاثة نوص بالنسبة للأس ايوه اللي هي قديش هايوه نحط لك انا اثنين انش فبالتالي احنا عندنا الاس والجي ثابتات وعندنا اثنين استقرد فبضرب بثنين استقرد خلص يعني باجي بقول اثنين في اس تربيع على اربعة جي في الثكنس الموجود عندي اي ثكنس اللي هو بوينت خمسة تسعة ليش ضربت بثنين لانه عندي توستقرد او موجود عندي الاس طبعا قيمتها اثنين بالنسبة للجي قيمتها ثلاث ونص تمام معطيني اياهم مو في هذا السؤال طيب حلو ممتاز فنيجي نحكي 11.8 ناقص ثلاثة في بوينت خمسة تسعة ونضيف عليها ثنين في ثنين تربيع بدل الاس ثنين وبدل الجيم نعوض ثلاث ونص وكمان نضرب بالثكنس وهي كيف بطلع معنا الجواب عشرة فاصلة ثلاثة سبع تمام طيب مين الاقل الاقل والله طلعت هاي فبالتالي هاي الاريانت اللي بدي ااخذها ظل عندنا مين اليو طيب اليو على اي كيس بدأ اشتغلها لاحظ هذا سي سكشن ايوه موصل بس من الويب مش موصل من الفلانجز معناته موصل من جهة واحدة مدام موصل من جهة واحدة معناته اي كيس رح تكون له اللي هي كيس 2 صح وكيس 2 هي عبارة عن الكيس الخاصة يعني بالسي سكشن او كل السكشن معدى بس التوصيل كان عن طريق الويب وبالتالي رح تنطبق عليه هاي الحالة طب فيه الو التيرنتيف لا قلنا سي سكشن ما الو التيرنتيف هاي الظل التيرنتيف اللي هو سبعة وثمانية واحد منهم للأل سكشن والثاني للأي سكشن اما سي سكشن ما الو التيرنتيف فبس رح نشتغل على هاي اللي هي واحد ناقص اكسبار على أل طيب تمام فرح اجي هون انزل واشتغل على واحد ناقص اكسبار على الأل بالنسبة لليوب فاليوب بتساوي عندنا واحد ناقص اكسبار على الأل طيب ايش هي الاكسبار ايش هي الأل بالنسبة للأل هي المسافة بين أول برغي وآخر برغي بأي صف بالدكية فالمسافة من هون لهون هاي المسافة اللي هي عبارة عن اثنين واثنين اربعة واثنين واثنين اربعة فعندك اربعة واربعة ثمانية فإذن الآن عندنا هي عبارة عن ثماني نعوضها أما بالنسبة للإكس بار إكس بار أنت لازم منوان تروح تطلحها من المانيول تمام طيب الإكس بار في هاي الحالة كيف دي أجي يعني كيف بدي أتصورها فعليا هو منوان موصل من الويب فباجي بحكي والله المسافة داما نحن حكيين الإكس بار المسافة من منطقة التوصيل لعند السنترويد صح فايتا هاي الإكس بار تعيتي نجل أشتغل عليها فعليا السي سكشن يوم تروح عليه بالمانيول راح تشوف إنه إلو إكس بار واحدة يعني حتى لو البراغي بس كانت بالفلانجز بس يعني مثلا حسبين مثال هنا هاي نيجي نوضحها هالفكرة أيوة لأنها ممكن يتمر عليك لو البراغي مثلا كانت بس بالفلانجز ومش بالويب صح؟ لو كانت بس بالفلانجز ومش بالويب فعليا أيوة إنت راح يتحقق عندك الشرطة على الكيس الثانية وبالتالي إنت راح كمان راح تيجي تشتغل على واحد ناقص إكس بار على أل وبالنسبة للأل طبعا بتكون اللي هي المسافة تاعة البراغي الموجودة على الفلانجز تمام؟ طيب تمام أما بالنسبة لإكس بار إكس بار شو راح تكون؟ بهاي الحالة يوم يكون في عندك سي سكشن بهاي الحالة إنت راح تكسمه نصين تمام؟ النصين هذولة راح كل واحد منهم أشي يمثل السكشن ففعليا إنت راح تيجي تقول أنه الإكس بار هي عبارة عن المسافة من هون أيوة يعني عفوا مسافة من هون لعينة السنترويد لهذه المنطقة لهاي الإكس بار يعني مش من هون لهون لعند الموصلة أي غلط تمام؟ فالإكس بار راح تكون يعني من هون لعند سنترويد هذا الأل فعليا هنا في هاي الحالة الإكس بار الموجودة في هاي الحالة يوم يكون براغي بس على الفلانج هي نفس هالإكس بار اللي راح تكون يوم تكون البراغي بس موجودة على الويب لأنه أصلاً السي سكشن إلو إكس بار واحدة في المانيول واللي هي هي راح نشوفه هون سواء الأم سي أو السي نفس الاشي تمام طيب فهي السي سكشن ملاحظ على محور الإكس أكسز ما إلو أي إكس بار أو أي بار وإنما بس عم محور الواي أكسز إلو إكس بار واحدة فهي اللي بتأخذها في جميع الحالات يعني هي اللي بتأخذها في حال والله كان موصل بس من الفلانجز أو موصل بس من الويب تمام أيوة طيب إذا كان موصل من جميع الاتجاهات يعني والله كان في عليه براغي على الفلانج وعالويب في هاي الحالة بتكون كيس ون لأنه موصل من كل الأجزاء وبالتالي عندك اليو بتساوي واحد فما في داع تشتغل الواحد ناقص إكس بار على أل فالإكس بار عندنا قيمتها واحد فاصلة 0.4 أو 4 في هاي الحالة أو في السؤال الموجود عندنا فنرجع للسؤال نعوضها 1.04 تمام فالسي سكشن الشغل عليه يعني بسيط فنيجي نحكي عندنا هنا واحد ناقص 1.04 على ثمانية يطلع عندنا الجواب 0.87 مباشرة نروح نعوض هون بدل 0.87 ضرب 0.87 ضرب 10.37 فعوضهم فكم يطلع معنا 0.75 ضرب 5.8 0.87 ضرب 10.37 وضرب 2 يريد تتأكدوا من الأرقام اللي بتطلع معنا تمام أيوة فعندنا 7.85 تقريبا الجواب كيلو باوند فايش الكبسة في الو راح تكون اللي هي الأقل مين الأقل عندنا 764 تمام أو 765 فإذا باجي بحكي والله القيم الكنترول أو بناءا على 765 يعني الكنترول عندي راح يكون الكنترول تمام طيب تمام فإذا نخلصنا من هذا المثال نيجي لل البروبلم الثاني طيب بالنسبة للبروبلم الثاني لاحظوا عبارة عن دبل أنجل يعني عندنا أيوة وبدي أشتغل عليهم باشتغل طبعا على واحد وبضرب باثنين زي ما عملنا بالدبل سي سكشن تمام طيب تمام بحكي لكم وعبارة عن 7 بأربعة بثلاثة على أربعة إنش with two gauge lines إذن في عندنا لاحظ two gauge lines in its long leg أيوة and one it's in its short leg فإذن يعني وينش اللونج لج اللونج لج اللي هي 7 إنش تمام في عليه إيش برغيين أيوة والشورت لج الشورت لج في عليها برغي واحد فهون يكونوا عندي L section أيوة أنا محتاج أروح أرجع للجدول الخاص بالجيجز تمام فأنا محتاج أروح أرجع للجدول الخاص بالجيجز اللي أخذناه سابقا وليهو هنا رح يكون في عندي G هون رح يكون عندي G1 هون رح يكون عندي G2 تمام فخلينا نرجع للجدول الخاص بالجيجز عشان نجيب الجيجز هاي أيوة وعشان نحل السؤال تمام طيب طبعا أنت لو رجعت لجدول الجيجز يعني الجدول طبعا هون يمكن بعيد شوي فما رح أرجع له يعني وأظل أصحب بالسلايدات تمام فالمهم أنت أرجع له عد وصية أو أرجع له على الكتاب من أي مصدر يعني أرجع له ففعليا أنت هنا هاي اللق قداش طولها فبترجع لللق اللي طولها 4 إنش تمام وهاي اللق عندنا طولها 7 إنش فبالنسبة لللق اللي طولها 4 إنش عليها G الجي اللي عليها قداش مقدارها مقدارها زي ما Life وضع عندي هون 2.5 تمام فإذا مقدارها 2.5 طيب أما بالنسبة لللق اللي عليها 7 إنش أو اللي RT اللي طولها 7 إنش عليها 2 جيجز اللي هنا جي 1 و جي 2 بدي جي 1 مقدارها 2.5 فإذا هاي مقدارها 2.5 تمام و جي 2 عندنا مقدارها 3 تمام طيب فهيكا نحن بكون جبنا مقدار زي ما قلنا من الجدول الجدول أيها يعني مش كان في عندنا جدول هنا بيحكي لك طول الليج تمام قديش أطوال الليج وقديش هنا الجي والجي وان والجي تو فمن خلال هذا الجدول احنا جبنا والله اخذنا لج سبعة واخذنا لج اللي طولها أربعة جبنا هاي منها الجي وهاي جبنا منها جي وان وجي تو تمام فعشان بسترجع يعني للجدول بتعرف ايش اللي يجبناه تمام طيب فالمهم احنا جبنا هاي فنرجع نكمل بالسؤال قال لك عندنا براغي البراغي عندنا دايميتر تاحة سبعة على ثمنية يعني دايميتر الهول عندي رح يكون واحد انش اللي هو سبعة ثمانية زايد واحدة ثمنية فواحد انش مباشرة بقول لك طبعا هاي الجيجز ستاندرد زي ما حكينا بدك ترجع لها لتيبل ثلاثي بوينت وان اللي درسناه سابقا ايوة واللي يجبنا منه الجيجز هسه طبعا الحديد عندنا اي ستتو ثلاثين ودعم الحديد اي ستتو ثلاثين يعني اف واي ستتو ثلاثين والإف ألتميت عندنا رح تكون قيمتها ثمان وخمسين طيب طلع للديزاين سرينكث طيب عشان نجي نطلع للديزاين سرينكث اول اشي يمني جي منشتغل عليه ايش عالي يلدينك تمام طبعا هنا كمان رح نشتغل بس يلدينك ورابتشا فهذا السؤال يعني تابع كمان او يعني من ضمن الاسئلة اللي بس رح نشتغل فيها يلدينك ورابتشا فبحكي لك ولنديزاق للفايبين ومن 나 اللي هون بتساوي تسعة في الاف واي اللي هو ست والثرتين في الاريا جروس طيب اه طبعا هنا في الاريا جروس وخلينا نضرب بالمرة باثنين لازم نروح نجيب الاريا interessant لهذا السكشن من الال السكشن السبعة باربعة بثراته على اربعة هاي الالسكشن هاي السبعة باربعة بثلاثة على اربعة كداش الاريا جروس الو 7.69 تمام طيب طيب فهيا يجي لهون 7.69 فهي قيمتها 7.69 تمام طيب تمام وطبعا ضربنا باثنين ليش لانه عندنا دبل انجل تمام فلازم انت تضرب باثنين فمن يجي نحكي 0.9 ضرب 36 ضرب 7.69 ضرب 69 ضرب 2 فهي طلب معنا الجواب 498 فحيلو هنا 498.3 نيجي ها السلامين للربشر طيب بالنسبة للربشر ال 5P نوميلة اللي عندنا بتساوي 0.75 ما بدنا نغلط فيها ونحط 0.9 فدير بالك 0.75 هون بالإف ألتمت اللي 58 وفي الاريا افكتف ضرب 2 تمام طيب شو الاريا افكتف هي عبارة عن اليو في الاريانت طيب الاريانت ايش رح تساوي لاحظ هون في عندي استقرد تمام سيما هون بين انه هون في عندنا استقرد طيب ولاحظ هون في عندي برغي ايوة وين جاي هذا البرغي طبعا هذا البرغي مكانه هون تمام ايوة عندنا برغي هون برغي هون هيك وبرغي هون هيك المفروض هاي البرغي جاي تمام طيب فعندنا لاحظ انه هون في عندنا برغي جاي في الليك الثاني يعني في عندنا البرغي بالتوليكس معناته هاي من نفردها زي ما تعلمنا سابقا صح طبعا هون انا بدي اشتغل على سكشن واحد لانه انا هون زي ما قلنا ضارب باثنين اصلا هون تمام فما في داعي اجي اضرب الاريانت باثنين خلص انا بضرب باثنين هون وبالنسبة للاريانت باشتغلها على الوحدة تمام ايوا طيب فبالنسبة للاريانت بنا نجي اشتغل عليها كستقرد ايوا فبداك تيجي تحكي والله في عندنا حالة انه يمر الكسر ببرغيين بهذا الشكل في عندنا الحال الثانية انه يكون الكسر ب ثلاث براغي ايوا طبعا هاي الحالة خلص الحالة اللي بمر فيها الكسر ببرغيين جاي عندي خط مستقيم مدام في ان وجد عندي خط مستقيم فخلص هنا يعني ما في داعي اخذ وجد احتمال لحدوث ربشر بنفس عدد البراغي أو بثبات عدد البراغي وبثبات حجمها أيوه وكان مستقيم وما في يعني استقرد أو ما في إضافة على الاريا نت بنتيجة الاستقرد خرص بأخذ هذا الاحتمال وبأحمل الاحتمالات الأخرى أما بالنسبة لأحتمال الثلاث براغي فما في غيره يعني هو خط واحد أن يمر هيك 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 تمام طيب تمام طيب فنيجي الآن لإحتمال البرغيين ونطلع للاريا نت أيوه بالنسبة لأبرغيين فالاريا نت إيش راح تكون عبارة عن ايريا جروس نقص ايريا خولز فقط لا غير طيب الاريا جروس لهذه السكشن احنا جبناها لهي 7.69 طيب ناقص الاريا هولز الموجودة عندي الهول عندي طبعا 2 هولز أيوه بدرس أنه لبرغيين فبالتالي عندي 2 هولز ضرب دايميتر الهول اللي هو واحد ضرب الثكنس طيب الثكنس لهذه السكشن شوي لهي ثلاثة على أربع تمام طيب تمام فباجي بحكي نها 7.9 ناقص 2 في 3 على 4 طيب ويكبطنا عندنا الجواب 6.19 6.19 طيب نجي لثلاث براغي طيب اللي هو الاحتمال الثاني بالنسبة لثلاث براغي بدي اجي اطلع الاريا نت فباجي بحكي نهاي بارة عن ناقص ثلاثة ضرب ديميتر الهول ضرب ثلاثة على اربعة وبدي اضيف الاستقرد عندنا طبعا هنا نجي للاستقرد الاول الاستقرد الاول فيش عليه مشاكل عشانه عن نفس اللق ليش الاسئله 2 وبالنسبة لالجي له اللي هي المسافة من هون لهون تمام اللي هي قدش اللي هي جي تو مسافة بين برغيين اللي هي ثلاثة انش فباجي بحكي عندنا هنا اس تربيع زاد الاس اللي هي ثلاثة تربيع على اربعة جي الجي عندنا هنا ثلاثة انش صح ايوة صح طيب وبضربها بالثكنس اللي هو ثلاثة على الاربعة وبيدي اضيف هسا التأثير الاستقرد الثاني ليش طبعا ما ضربت باثنين لانه فعليا هذا الاستقرد الثاني جاي او البرغي هنا جاي علق مختلفة فبالتالي انا الجي هنا بين هذول البرغيين راح تكون عبارة عن الجي هاي زاد الجي هاي ناقص السماكة تاعة السكشن صح اللي هي زي ما قلنا جي 1 زاد جي 2 ناقص سماكة السكشن فبدأك تيجي تحكي لي 2.5 زاد 2.5 ناقص سماكة السكشن اللي هي هاي الجي اللي هون اذا هي 2.5 سيادة 2.5 ناقص السماكة اللي هي 3 على 4 وهذا الحكي طبعا وضحناها سابقا فالأجهة كمان بصير تضربها باثنين تمام ايوا تقول لي والله انهم نفس الجي لا هم يعني ما لهم مش نفس الجي اطلاقا تمام ايوا فبدأك تنتبه اللي هي هنا 24 و 25 طبعا ليش ما لهم مش نفس الجي اكيد اول اشي طبعا ما لهم مش نفس الجي انه هاي طبعا 2.5 و هي ثلاث ايوا وايضا النقطة الثانية انه هذا البرغي جاي علق مختلفة فلازم تستخدم الجي الاولى زاد الجي الثاني وتطرح منهم الثكنس وهذا الاشي تعلمنا سابقا فبطلع الجواب هنا 24 و 25 فبنيجي من زيد الاس طبعا الاس بيناتهم ثابتة يعني بين اضو البرغيين ثابتة هي اثنين تربيع على اربعة في الجي الجي اللي هي عبارة عن 24 و 25 هو هنا في هاي الحالة وبضرب بالثكنس طبعا اللي هو ثلاثة على اربعة فبدي اجمع كل هاي الارقام مع بعض وهيك رح يطلع معنا قيمة الاريا نت بعد ما نجمع كل هاي الارقام سوا ايوه رح تطلع معنا هون القيمة 5.87 تمام وهي 6.19 فباخد الاقل انه هي هاي فهي هاي رح ناخذها طب ظل عندنا ايش ظل عندنا اليو صح طيب بالنسبة لليو اليو بسيطة هون ليش لانه انا عندي كل الليكس ايوه موصلة ببراغي مدام كل الجهات في عليها براغي معناته هاي اي كيس الكيس الاولى فبالتالي اليو عندي هنا مباشرة بتساوي ايش واحد فيوم اجي عوض هنا والله بعوض بدل واحد ضرب 5.87 ثاني منشينا بنحوط 5.87 ومنيجي بنحكي 0.75 0.58 0.58 0.87 ضرب اثنين رح يطلع معنا الجواب 510 فاصلة 69 اذا القيمة مش الربشر وانما هي للمرة الثانية تمام طيب اذا القيمة هي هنا اللي هي مقدارها 498 تمام يعني قريب ال500 ماشي طيب ماشي نيجي ل البروبلم الثالث ايوا بظل علينا كمان البروبلم وهي كم ننهي الجزء الاول من حل البروبلمز في هذا السكشن تمام طيب فبحكي لك والله البروبلم ثلاثة اثنين وثلاثين عندنا المرة هاي WT سكشن ايوا طبعا لاحظ انه لحد الان يمكن ما اخذنا اسئلة ال WT سكشن يمكن هذا اول سؤال طبعا WT يعني اخوه ال W سكشن يعني ما فيش فرق بيناتهم ايوا WT خمسة في خمسطعش كونسستنك الحديد A تسعة تسعة اثنين الحديد A تسعة تسعة اثنين ال FY الو بتكون خمسين لاحظوا مش ذكر لك اياهم ايوا ولكن يعني انت المفروض يعني تكون عارف هذول النوعين من الحديد اللي همه A تسعة تسعة اثنين طيب ال F ألترميت الو بتكون خمس وستين KSI بيحكي لك عندنا بس transverse world ايوا لاحظ هنا اي كلمة مهمة انه بس في عندنا transverse world to its flange only يعني لاحظ انه هون ال transverse world جاي بس على ال flange only as shown in the figure اللي هو P3 ثمية وثلاثين تمام طيب فهذا الفيجر يعني بوضح لك الرسم او اللي بوضح لك WT سكشن وبيحكي لك هاي وفي عندنا transverse world وهذا transverse world بس جاي على flange يعني هذا transverse world يعني لو ايجيت مثلا تشوف هذا T-section تمام من عند منطقة الحام شو رح تشوف رح تشوف انه الفلانج هاي هي الملحومة فقط اما هذا ال whip مش ملحوم يعني متجاي عليه اي الحام تمام وهاي النقطة فعليا مهمة جدا عندي وراح تأثر ايوا على الحسابات زي ما رح نشوف توني تمام طيب فاذا عندنا هنا الفكرة كلياتها انه في عندنا transverse world والترانسفيرس world تأثر فعليا طيب اول شي شوفنا نشيك عليه نشيك صح بدنا نشيك طيب بالنسبة ل باجي بحكي بتساوي تسعة في اللي هي خمسين عندنا في هاي الحالة في لازم روح نجيب خمسة وخمسة عش طيب هاي خمسة في خمسة عش قداش الاريا قروس له هايها اربعة فاصلة اربعة اثنين تمام من المانوال اربعة فاصلة اربعة اثنين طيب طبعا هون ما في عندي دابل سكشن ولا اشي فبالتالي مباشرة بضرب بالاريا قروس تاعة السكشن بوينت تسعة ضرب خمسين ضرب أربعة فاصلة أربعة اثنين تطلع معنا الجواب مية ثمان وثمان 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 فاصلسان تمام اللي هي تقريبا يعني ميتين طيب نيجي لالنقلة الثانية الآن واللي هي التشيك على الربشر صح طيب بنسبة للربشر ايش بيجي بساوي 5P nominal بتساوي 0.75 زي ما حكينا ضرب الـ اللي هي 65 ضرب الاريا افكتف والاريا افكتف هي عبارة عن الـ ضرب الاريا نت صح طيب صح فعندنا هون الاريا افكتف اللي هي عبارة عن U في الاريا نت طيب بالنسبة للـ اولا بالنسبة للـ هي عبارة عن اي كيس كيس 3 مباشرة ليش كيس 3 لانه صح وقلنا الكيس 3 هي تنطبق على كل الساكاشن اللي بكون عليها هاي هالكيس الثالث اللي هي قال لك كل اللي عليها اللي بتنقل عن طريق تمام ايوة يعني شو بحكي لك يعني قاب بحكي لك انه عندنا احنا هون يعني رح يكون في عندنا وهذا المرة ثانية بحكي لك مش شرط انه ينقل اللود عندي ايوة لكل الاجزاء يعني مش شرط كل الاجزاء احنا سابقا ايوة في المحاضرات الماضية شرحناها انه ممكن يكون على هاي كامل صح ايوة يعني على السكشن كامل وممكن يكون على اجزاء معينة كمان من السكشن يعني بس ايوة على اجزاء معينة زي هذا السؤال مثلا بس على الفلانج تمام ايوة وفي هاي الحال برضو اليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كل السكشن فعليا معناته كل أجزاء السكشن ملحومة وبالتالي كل أجزاء السكشن موصلة ومعناه هذا الكلام اليو بتساوي واحد بس هنا أيوا مش كل أجزاء السكشن ملحومة وإنما مثل فلانج هي اللي عليها فقط لا غير تمام أما بالنسبة للويب أو الاستيم اللي هي الساق تاعت ال t-section أيوا ما عليها أي ويبنان على هذا الكلام برضو عند اليو بتساوي واحد بنائيا على case 3 تمام ولكن فيه إشي رح يختلف وانه هنا في هاي الحالة ما رح نيجي نقول الاريا نت بتساوي area gross الوجود للحام وهسا رح نوضح ليش تمام فاذا هنا نرجع نكمل بالنسبة لليو انه اليو عندي هنا بتساوي واحد طب نيجي الاريا نت الاريا نت هنا فعليا شو رح تساوي ايوة الاريا نت دائما كتعريف هي المساحة الاجمالية ايوة اللي من خلالها طبعا بديو ينتقل لللوت او بديو ينتقل للحمل عندي تمام بين the two sections وهاي المساحة لازم تكون مخصصة لمنطقة التوصيل تمام اذا منطقة التوصيل كان فيها براغي بديو استثني الهولز طب اذا منطقة التوصيل ما كانش فيها براغي ما بقى استثني الهولز يعني مخلص فيش هولز استثنيها تمام ولكن ايوة ممكن يكون اذا ما فيها براغي شو رح يكون فيها رح يكون فيها الحام فعليا او رح يكون التوصيل عن طريق الحام طيب التوصيل عن طريق الحام ايوة واللحام كان ملحوم على كل أجزاء السكشن أيوه معناته الاريانات راح تكون اريا جروس مباشرة ولكن لو الالحام ما كانش على كل أجزاء السكشن يعني لو إجينا هنا مثلا أيوه طبعا إحنا هاي الفكرة يمكن أو هاي بروبلم أول مرة يعني بتمر علينا فيعني حلو أنك تفهمها وممكن تيجيك في الامتحان تمام أيوه فلو إجينا مثلا لأجزامل آخر ونرجع للبروبلم هاي لو إجينا مثلا قلنا لك في عندي آي سكشن أيوه ايسكشن وهذا الايسكشن للحام لترانزفرس اللي عليه يعني لو رسمته هنا راح لو رسمته توب فيو مثلا راح أحكي لك إنو هنا في عليه إيش ترانزفرس ويلد ترانزفرس ويلد هذا وين جاي فقط جاي على الفلانجز اولي يعني بس جاي على أطول الفلانجز تمام بس طبعا راح تيجي تحكي لي إيش اليو بتساوي واحد بس يوم دي تحكي للأريا نت الأريا نت لا تساوي لأريا جروس لهذا السكشن كامل ليش؟ لأنه شو الأجزاء الموصلة عندي؟ الأجزاء الموصلة بس لفلانجز أيوة وبالتالي اللودات رح تنتقل أو السترسز رح تنتقل عن طريق مين؟ رح تنتقل عن طريق الفلانجز بس يعني رح تنتقل عن طريق هاي الفلانج رح تنتقل عن طريق هاي الفلانج وبالتالي الأشياء اللي بدها تشيل الحمل المنقول في منطقة التوصيل هي الفلانجز فقط أيوة الويب ما لها دخل ما فينتقل عن طريق هاي حمل برضه نفس الأمر ينطبق على T-section الموجود عندي يعني T-section هنا اللي لحام العرضي موجود بس على إيش على الفلانج ومعنه بس موجود على الفلانج معناته الفلانج هي بس اللي راح تنقل الحمل عندي فالأريا نت اللي بدي أأخذها هي المساحة الإجمالية للمنطقة اللي في عليها توصيل للمنطقة الموصلة عندي تمام أو للمنطقة اللي بدي ينتقل من خلالها الحمل أو التنشيل لود الموجود عندي تمام تنشيل لود هنا من خلال ايش راح ينتقل بس من خلال الفلانج اما بالنسبة للويب ايو فعليا ما راح ينتقل من خلالها اي اشي ليش ما راح ينتقل من خلالها اي اشي ايو ايو لانه ما في عليها توصيل ما في عليها الحام فهو فعليا يعني تنشي زي ما حكينا من قبل هي راح تيجي والله تنتقل يعني بهذا الشكل تمشي 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 لاحد ما توصل عن مضغة التوصيل عن مضغة التوصيل بتيجي بتشوف ايه هي وين موصلة موصلة مع الفلانج معناته الفلانج وهي اللي رح تشيل الأحمال هاي وبعدين توزحها على الTy section كامل تمام فإذا الفلانج في فعليا عند مطق التوصيل رح تشيل أحمال وبالتالي الarea نت أنا شو رح آجي أخذها رح آجي أخذ الarea نت هي فعليا الarea بس لمين تمام يعني مساحة الفلانج فقط طب شو مساحة الفلانج مساحة مستطيل اللي هي سماكة الفلانج في عرضها صح يعني عندنا هو سماكة الفلانج أيوة في البيلة الفلانج وهاي ملاحظة مهمة جدا وبالتالي انت هنا لازم تروح تجيب وطيل الفلانج من الجدول فعندنا هنا هذا هو السكشن طيل الفلانج وهنا 5.81 فعندنا 0.51 في 5.81 يعني هنا باجي بحكي 0.51 في 5.81 فهي نقطة مهمة جدا بما يخص يعني مهم جدا يعني هاي الفكرة كثير كثير مهمة ما حلنا يمكن عليها أسئلة من قبل أيوة انما هذا أول سؤال يعني فعليا حلناه على ويلدينج ويكون كمان على تي سكشن فإذا مهمة جدا جدا يعني كيس ثري مهم انك تكون فاهمها بهذا السيناريو يمكن انت تكون حليته لحالك هذا السؤال وحليته على أساس أيوة انت روحت يوم حليته لحالك حليته على أساس انه قلت مباشرة أريانيت بتساوي أريغروس لأنه احنا يمكن سابقا قلنا إنه خلص لو كان عندك الحام تيجي بتحكي أريانيت مباشرة أريغروس ولكن هنا في هذه الحالة زي ما قلنا إنه هنا الأريانيت ما رح تكون أريغروس للسكشن ليش؟ لأنه مش كل السكشن فعليا موصول أيوة فعليا السكشن أو فيه جزئية بس وحدة من السكشن موصولة والأريانيت كتعريف دقيق هي المساحة الإجمالية للمنطقة اللي بتكون يعني من خلالها رح تنتقل الأحمال الموجودة عندي ففعليا الأحمال ما رح تنتقل من خلال الويب بس رح تنتقل من خلال الفلانج وبعدين تتوزع على السكشن كامل بعد مسافة معين اللي يسمينا هذي الترانزيشن زون تمام؟ أما بالنسبة لأيو فهنا يو خرص أنا باجي بفترضها واحد أيوة أو باجي بقولها عبارة عن واحد ليش؟ لأنه أنا طلعت هنا الأريانيت أصلا بالزبط تمام؟ فمش محتاج لأيو لدكشن فاكتوري يقلل لي إياها يعني محتاج مثلا أجي أحكي والله يو عندي مثلا هنا بتساوي 0.60 أو 0.50 مثلا عشان أجي أضربها بالأريا جروس أيوة أو بالأريانيت الموجودة عندي عشان أطلع الأريا أفكتف وإنما الأريا أفكتف هنا مباشرة أنا بقدر أعرفها عن طريق نهاية مباشرة الأريانيت والأريانيت أصلا هي يعني مثلت الأريا أفكتف بدقة في هاي الحالة ليش؟ لأنه إحنا مباشرة قلنا والله في جزئية واحدة موصلة معنات وهي جزئية هي اللي رح ينتقل من خلال الأحمال فقط لا غير أما باقي الأجزاء ما رح ينتقل من خلال الأحمال وبالتالي الأريا أفكتف رح تساوي الأريا نت لأنه زي ما حكينا الأفكتف أريا والنت أريا يعني هي فعليا كانت بتمثلي المساحة الفعلية اللي رح تنتقل من خلال اللوت في منطقة التوصيل فهاي نقطة مهمة جدا إنك أنت تكون عارفة ولو خربطت في هذا السؤال يعني ما في مشكلة يعني هي ممكن فكرة ما نشرحت من قبل فانت حرات بالبروبلمز تمام وهيكا احنا بنكون وضحناها يعني بشكل أحسن وانت اكتشفت هيك فكرة جديدة وانضمت هاي الفكرة لمعلوماتك تمام فانيجي نحسب طبعا 0.5145.81 هيك الأريا نت عندنا بتساوي 2.963 طيب هاي الأريا نت بدي أجي أضربها في 1 اللي هي اليوم مقدارها واضربها طبعا في 65 واضربها في 0.75 هيك يطلع معنا الجواب 144.45 وهيكا القيم الكنترول رح تكون الربتشر تمام ايوه القيم الكنترول رح تكون الربتشر يمكن لو اعتبرت الاريا افكتف هي نفسه اريا جروس فعليا رح تكون الجواب غلط تمام ايوه يمكن رح تكون القيم الكنترول هي الييلدنك بش الربتشر ففي هاي الحالة يعني بدنا ننتبه بالنسبة لكيس ثلاث اللي هي تاعته انه ماشي اليو بتساوي واحد بس الاريا نت هي المساحة الاجمالية للمنطقة ايش للمنطقة اللي بتكون عليها التوصيل لانه زي ما هو كاتب بكيس ثلاث شفناها بالجدول انه قايل لك الـ Transverse World ممكن يكون لبعض الاجزاء يعني الـ Tension Load ايوه الـ Tension Load هي الـ Tension Transmitted Only by Transverse World to some but not all of the cross-sectional elements يعني يكون منقول لبعض الاجزاء وليس لكل الاجزاء الخاصة بالsectional elements او لكل الاجزاء الخاصة بالـ Tension الموجود عندي تمام ايوه فاذا كان منقول لبعض الاجزاء اليو واحد والمساحة الـ Effective عندي شو راح تكون هي المساحة الاجزاء اللي ملحومة او المساحة الاجزاء اللي عليها الحام عرضي فقط لا غير اما الاجزاء اللي ما عليها الحام عرضي فبس ثنيها تمام فاذا هاي ملاحظة مهمة جدا جدا تمام طيب وهيك منكون انهينا حل السؤال الثالث نيجي للسؤال الرابع طبعا يعني لاحظ حله بسيط يعني غالبا الاسئلة الاسئلة اللي فيها ويلدينج يعني بكون حلها قصير جدا طيب نيجي كمان لسؤال 3-34 برضو فيه الحام لاحظ هاد اللي ملحام بس هاد اللي ملحام على ايش على بليت فبحكي لك عندنا بليت 3-8 في 5 او 5 في 3-8 سيما بدك سميها قال لك الحديد A-36 يعني F-Y 36 K-S-I وF-Ultimate هي 58 إذن عندنا الولد هون لنقو تديون فقط لا غير مدام لنقو تديون الولد معناته هي يضبق عليها كيس 4 مباشرة تمام لأن البليت باجع كيس 4 إذا كان لدي بس لنقو تديون الولد أي نوع ثاني من أنواع الولد اليو إلها واحد ترانسفيرس ويلد لحاله يو إلها واحد كان مثلا عندنا كان مثلا عندنا ترانسفيرس لنقو تديون الولد اليو واحد كان مثلا عندنا كمان إلحام مثلا أو كان عندنا توصيل بالبراغي بالنسبة للبليت كمان اليو إلها واحد أما إذا كان عندها بس لنقو تديون الولد على البليت اليو عندها ممكن ما تكون واحد لأنه في عندنا فعليا أكثر من كيس بدي أجي أشتغل عليهم بالنسبة للربشر فأول شيء خلينا نبدأ بالييلدنك بعدين نيجي للربشر هلي ييلدنك مباشرة شو بيساوي بتساوي بتساوي في الFY36 في الاريا كلether طبعا دائما تدرس إيش البليت الأصغر تمام اللي هي البليت 3.8 في 5 طيب طيب اللي هي 60.75 60.75 ماشي طيب ماشي طبعا بوحدة الكيلو طيب الآن النقطة الثانية هي النقطة هاي اللي هي تاعت الربشر طيب فبالنسبة للربشر في هاي الحالة بتساوي بوينت خمس وسبعين في اه ثمان وخمسين صح طيب ضرب ايش ضرب الاريا افكتف اللي هي ببارة عن يو في الاريا نت طيب الاريا نت هون مباشرة شو بتساوي الاريا قروس صح لانه هون اصلا بلايت يعني البلايت ما فيه لها اجزاء فلانج وما فلانج وهي وبرضه هون في هاي الحالة اليو الى قيم يعني مش انو مالهاش قيم ففعليا هون خلص مباشرة اليو يوم يكون الى قيم يعني بس الكيس ثلاثي هي كانت الاسبيشال كيز ما تقول تيجي تشوف الاريا نت او شو الاجزاء الموصلة عندنا ايوه بينما هون في هاي الكيس خلص الاريا نت مباشرة باجي بحكي انها هي عبارة عن ايريا واللي هي بتساوي ثلاثة على ثمانية في خمسة تمام ثلاثة ثمانية في خمسة طبعا موضوع للحام بس ان اخذنا عليه كمان سؤال ايوه وحكينا انو باشرة في ذاك السؤال كانت ايش بتساوي بس شو ايوه ايوه بذاك الالسكشن جي نشتغلنا عيو كانت هناك واحد ناك سكسبار على ال اذا بتتذكر في الامثلة الخاصة بالالسكشن ايوه او في المثال الخاص يعني في اسئلة الربجة اللي هو سابقا حليناه تمام ايوه فالاجل هيك يعني موضوع الاريا نت انو بتساوي جزء معين يعني بس هو بخص كيس ثلاث تمام بس هو بخص كيس ثلاث اما باقي الكيسيز لا بتعمل لأساس الاريا نت بتساوي الاريا جروس في حالة الولدنج تمام ايوه يساوي ثلاثة ثمانية ضرب خمسة طيب وهي بالنسبة الاريا نت طيب بالنسبة لليو ايو بدي ايجا اطلحة فلازم اعرف الال اللونغوتوديون الولد قديش طوله اللي هو خمسة تمام لازم اعرف الW عرض البلايت اللي هو خمسة كمان فا عرض البلايت خمسة معناته مباشرة هاي بتساوي هاي لاحظ انو الال و الو بساوين بعض. فمعناته هاي اللي هي الكيس اربعة وفي عندي حالة الال ودبريو بكون مساوية بعض لرجال الجدول. هاي كيس اربعة تمام. الال بتساوي دبريو عندي هنا في هي المنطقة. اللي هي اليو بتكون فيها بوينت خمس وسبعين. فمباشرة فيش دايح سب واحد ونصف دبريو وثنين دبريو. فباجي بقول بوينت خمس وسبعين قيمة اليو عندي. طيب فهون عندنا قيمة اليو بوينت خمس وسبعين. فبس نيجي نحسبهم هالسا السريع. نحكي عندنا بوينت خمس وسبعين. ضرب اه خمسة ثمانية. ضرب اللي هي ثلاثة ثمانية ضرب خمسة. وضرب اخيرا بوينت خمس وسبعين. يطلع عندنا الجواب واحد وستين فاصل واحد سبع. فاذا القيم عندنا اللي هي هاي. ستين فاصل خمس وسبعين. اللي هي اه قيمة تمام? فهي هاي القيمة وهيك احنا مكون خلصنا الجزء الاول من الاسئلة الموجودة عندي. طيب نيجي الان للجزء الثاني والجزء الثاني بيكون شامل على البلوكشير. فبالجزء هذا راح نحل على ثلاثة طيب. فنيجي هنا هسا الاسئلة اللي من ضمنها راح يكون البلوكشير موجود. طيب ماشي. فبحكي لك هنا طبعا. هيوا بقول لك طلع الارب دي دزاين سرنكت. في عندنا سؤال اين طبعا. ايوا السؤال الاول اللي هو اه سي ناين في خمسة عشر. يعني عندنا سكشن سي تسعة بخمسة عشر بحديد اي ستتو ثلاثين اللي هو اف واي ستتو ثلاثين اف التمت ثمان وخمسين. طيب هذول التو لاينز من البراغي الموجودات عندي اه بقول لك اقطار البراغي عندي ثلاثة على اربعة انش. ان الموجودات هذول لابطار البراغي او هذول البراغي موجودات في الويب. فاذا عندنا احنا سي سكشن هذول عندنا الفلانجز هذا سايد فيو. في عندنا والله هي صفين من البراغي موجودات في الويب فقط. تمام? طيب تمام. طيب اه فبندنا نطلع له اول اي شيء من اللي جنشتغل اي اشعر على اليلدين. صح طيب فنجي نشتغل على اليلدين. اليلدين هو يبارا عن فايب بي نومينا. فايب بي نومينا هي بوينت تسعة في الاري laborious طبعا عندنا c section one اللي هو c 9 في 15 تعال روح نجيبه اللي هو c 10 في 15 تمام هي موجوده هون رح يكون عندنا هذا c وين ال 9 في 15 تمام فهذا الصف رح يمثلل القيم اللي بديياها والممكن احتاجها عندنا الارياء اللي هي اول واحد اللي هي 4.41 فباجب احكي له طبعا هنا بال ry بضرب اللي 36 بعدنا بالارياء اللي هي 4.41 طي ممتاز فهي كان بطلعت اللي هي 0.9 نحسبها ضرب 36 ضرب 4.41 فيكبطنا عندنا الجواب 143 تقريبا أو 142.88 بالضبط هاي قيمة الناتج من اليالدينك أو اللي بقدر يتحملها تيصير اليالدينك طيب نجي للسرنكث اللي بقدر يتحملها تيصير بالربتشر طيب الربتشر كيف رح يصير عندي رح يصير طبعا في عندي بس خطة يعني أو بس عندي كيس وحدة اللي هو ممكن يمشي من خلال برغيين يصير للربتشر صح فبالتالي باجي بحكي بتساوي 0.75 ضرب الif ultimate لحديد 36 اللي هي عبارة عن 58 قيمة الif ultimate ضرب الarea effective هي عبارة عن الـU في الـAreaNet صح طيب هاي الـArea Effective الـU في الـAreaNet بالنسبة للـU رح تكون بتساوي 1-X bar على L مباشرة C-section وموصل من الويب فبالتالي بدي أجيب له الـX bar والـL رح تكون مسافة من هون لهون المسافة بين البرغي الأول والأخير يعني 3-3 ستة فرح اجي اروح اجيب الـX bar طب انا وانا وانا وقسمها على ستة طب في الـX bar بالنسبة للـC section ايوا اللي هو C-915 اللي هو يعني هذا رح يكون فعليا عندنا ايوا بس نتأكد ان هاي الصح اللي هي يعني بالبوكس الرابع خلينا نحكي لهي هون ايوا فـC-915 هون الـX bar رح تكون على هذا الخط اللي هي هاي قيمته 0.586 تمام؟ فعندنا 0.586 قيمة الـX bar يعني يجي نحسب 1-0.586 على ستة فيطلع معنا الجواب 0.902 0.902 هاي بالنسبة لمن لـU طبعا ما في عندنا الـT-R لماذا؟ لانه هذا C section طب بالنسبة للـArea net الـArea net هي عبارة عن Area gross ناقص Area holes تمام؟ الـArea gross لهذا السكشن اللي هي 4.41 لاحظ يعني مساحته صغيري هذا السكشن ناقص عندنا Area holes عندنا 2 holes ضرب ديميتر الـHall ديميتر الـHall اللي هو 3 على 4 زائد 1 على 8 مباشرة وكل ما يعطو هذا الحق هي ضرب thickness thickness لم يين للويب فأنت محتاج thickness للويب فخلينا نروح للـC section ونجيب له thickness للويب هيها thickness للويب فبالتالي 0.285 فعندنا احنا هنا 0.285 هيك مباشرة جبنا الـArea net فنيجي نحسبها 4.41 ناقص 2 في 7 على 8 اللي هو مجموعة 3 على 4 زائد 1 على 8 ضرب 0.285 نطلع معنا الجواب لو حسبناه 3.911 إذا كانت طلعته فأتيجي بتحكي لي الـRubchap 0.75 ضرب 0.58 ضرب 0.9O2 اللي هي اليو ضرب الـArea net اللي هي 3.911 فنطلع معنا الجواب 1.5 3.46 كيلو باوند هذا الحكي من الـRubchap من الـRubchap 142 فالـRubchap لحد الان هو الـControl تمام أو هو أقل قيم يعطاني طيب نيجي لـ الفيلر الثالث لأنه هنا حكينا من الـBlockshear في عين الاعتبار الـBlockshear طيب الـBlockshear شو هي الـCritical Case إلو في البداية أول شي 5P nominal إلو 0.75 ضرب الـP-N تمام وعشان نطلع الـP-N نحتاج Area Net Tension و Area Grusel و Area Net Tension طيب فأول شي بنا نعرف إش هي الـCritical Case اللي بدو يصير عليها الـBlockshear صح؟ طيب منطقيا منطقيا أنه لازم الخط يمر بالبراغي هذا الشير بلين مر بالبراغي هذول بعدين إما رح ينزل الخط لتحت التنشين بلين يكون لتحت أو رح يجي يلتقل مع بعض تمام طبعا منطقيا التنشين بلين مش رح يطلع باتجاه الفلانجز صح؟ لأنه إذا بدي يطلع باتجاه الفلانجز معناته التنشين بلين رح يكون كبير وإحنا بنا التنشين بلين صغير طيب فأنا أول إشي في البداية هذا عندي الشير البلين طبعا رح يكون وهذا عندي إيش التنشين gitu طيب فأبدي أطلع أر cultivate أرى الضرب التكنس للويب إيوه ها هو نطلع إمتهز خود ثكنيس الويب. تمام فعندنا اربعة ضرب ثكنيس الويب تمام وبدي اطرح منها ايش? الهولز. طبعا عندنا كم هول هنا عندي? عندي نصف هول على كل طرف. يعني عندي اذا الطرف نص هول وهذا طرف نص حول. يعني عندي هول كاملة. تمام فنص ونص يعني واحد ف gapsfen واحد ضرب اللي هو سبعة لثمانية. gli هو ثلاثة على اربعة زاد واحد اثمانية ضرب السكنيز اللي هو 0.885. فهي كم تطلع معنا? نيجي نقول اربعة ضرب 0.285 ناقص 7 إلى 8 ضرب 0.285 يطلع الجواب عندنا 0.89 0.891 تقريبا طيب نيجي له هسا area gross للشير و area net الشير طيب area gross للشير طيب لاحظ هنا أنا ما طلعت إلى gross attention فعليا خلاص فيش داعي يعني يتعود أنك تطلع area net attention مباشرة تمام area gross الشير كيف يجب أطلعها عندي سطحين شير طبعا أي ولاحظ أنه tension plane عندي سطح واحد أما الشير عندي سطحين فبدي أجي أقول هذا الطول قديش هو عبارة عن 3 و 3 و 2 تمام فإذا هو عبارة عن 6 و 2 8 فثمانية ضرب السماكة الموجودة عندي اللي هي 0.285 طب area gross الشير طبعا نلاحظ أنه ننسي نحن شغلي إيش هي أنه نضرب الاثنين لأيش نضرب الاثنين لأنه عندنا سطحين شير طيب area net الشير هي عبارة عن 2 ضرب نشتغل على سطح 1 لاحظ الاثنين حطيت برا القوس كله أيوة ضرب إيش ضرب إنه في عندنا area gross الشير ناقص area holes area gross الشير هي ثمانية في 0.285 ناقص area holes للصف الواحد يعندي كم hole 1 2.5 تمام فعندنا 2.5 holes تمام فعندنا 2.5 holes ضرب إيش ضرب ديميتر hole اللي هو 7 8 ضرب 0.285 حلو طيب حلو ممتاز جدا أيوة فأنا يجي نحكي area net الشير و area gross الشير كدهش بيساوي طبعا نلاحظ الاثنين هنا إيش إحنا اتفقنا سابقا إنه حطها برا دايما يوم وتيجي بدك تحسب area net حطها برا يعني أريحنا تمام أيوة من جوا بتحسب أنت على سطح واحد وتضرب باثنين وبرضه وأن نفس الاشي يا ريجرس تحسب على سطح واحد وتضرب باثنين هيك أريح لك فنيجي نحكي ثمانية ضرب 0.285 ضرب 2 فتطلع هاي قيمتها أربعة فاصلة خمسة ستة طيب نيجي area net الشير ثنين ضرب نفتح بوس ثمانية ضرب 0.285 ونطرح منها ثنين ونوص ضرب سبعة على ثمانية وضرب 0.285 إن شاء الله تكون الكالكوليشن صح أيوة اللي يطرعت معي ثلاثة فاصلة ثلاث واحد ثلاث في هذا الشكل منطقية القيم تمام أيوة فعندنا هنا أريا نت التنشن وإيريا جروس الشير وإيريا نت الشير تعالج الآن نطلع البي أن قلنا هي عبارة عن مينيموم فاليو اللي همه أول فاليو اللي هي بوينت ستة في الاف واي اللي هي ستة وثلاثين في أريا جروس الشير اللي هي أربعة فاصلة خمسة ستة زائد الاف ألتمت اليو بي أس قلنا هذيك واحد اف ألتمت اللي ثمانة وخمسين هون صح موحديد اي ستة وثلاثين ياب هي وفع عندنا هون ثمانة وخمسين ضرب الالتنشن اللي هي بوينت ثمانية تسة واحد والحالة الثانية أو القانون الثاني بوينت ستة بس بدل بتحط لي وبتحط لي يعني هي ثلاثة بقى ثلاثة وواحد ثلاث زائد ثمانية خمس ثمانية في بوينت ثمانية تسعة واحد فنيجي نحسبها عشان تطلع معنا فنيجي نحط بوينت ستة وثلاثين وأكمل القانون لحتى يطلع معنا أول وحدة بتطلع معنا مية وخمسين مية وخمسين فاصل اثنين والثانية رح تيجي تطلع معنا بدلهم هذول هاي خمسة ثمانية بدل ستة وثلاثين وهاي ثلاثة فاصل ثلاث واحد ثلاث عشان تطلع مية وستة وستين تمام ايوة فاصل تسعة سبع فلاحظ انه أصغر قيمة طلعت معنا اللي هي هاي القيمة مية وخمسين فباجي بأخذها وباجي بأحكي بتساوي بوينت خمسة سبعين ضرب مية وخمسين فاصل اثنين وهيك بطلع معنا الجواب مية وخمسين فاصل اثنين ضرب بوينت خمسة سبعين يطلع معنا الجواب مية واثنعش فاصلة ستة خمسة تمام وهيك أقل قيمة أو أقل كباسيتي طلعت معي هاي مية واثنعش اللي قبليها مية وثلاثة وخمسين واللي قبليها مية واثنين واربعين فبأخذ أقل واحدة اللي هي الـ 112 فإذا القيم الـ Control كانت عندي جاية من الـ BlockShare يعني مثلا في هذه الحالة والله القيم الـ Control جاية من الـ BlockShare ولكن زي ما قلنا سابقا القيم الـ Control اللي بتكون جاية من الـ BlockShare يعني هي نادرة نوعا ما يعني مش كثير شائع السكاشن اللي بتكون أو اللي بحكمها الـ BlockShare الموجود عندي تمام؟ طيب فنجي لآخر سؤال عندي من ضمن هاي الـ Problems يمكن طولنا عليكوا شوي ولكن يعني لازم يعني نشرح كل الأمثل الموجود عندنا بالتفصيل تمام؟ عشان تتمكنوا من المادة قدر الإمكان طبعا انت لو حال الأسئلة ويعني الأمورك تمام في هاي الأسئلة يعني بإمكانك انت كنت تعمل سكيب يعني خلال الفيديو طيب فنيجي لـ 337 آخر إغزامبل عندي الـ Section 6x6x3x8 مش Double وإنما يعني الـ Section عادي أيوة الـ 6x6x3x8 Angle Welded طبعا بقول لك هذا الـ Section Welded ملحوم على الطراف لاحظ من جميع الاتجاهات ملحوم ولكن طبعا من جميع الاتجاهات بس هاي اللي قمالها طالعي بتكون لبرة صح؟ أيوة فبالتالي يعني هنا بالنسبة للـ U Factor رح يكون يعني واحد أقصى كسبار على الأل تمام؟ طيب خلينا نجي نكمبل ملحوم مع قسط بليت هاي القسط بليت سماكتة ثلاثة ثمانية As shown in the figure All steel is 36.58 فطلع لي القيم أيوة الـ Arab D Design Strength طبعا لاحظوا هنا في إجابات بالنسبة للـ ASD طبعا احنا ما بتهمنا فنيجي أول شي بالنسبة للـ Yielding مباشرة أيوة الـ Yielding شو بيحتي لك 5P Nominal بتساوي 0.9 في 36 أيوة في إيش في الـ Area Gross طب الـ Area Gross لقل 6 في 6 في 3 ثمانية هذا الـ R section وين 6 في 6 في 3 ثمانية نجي ننزل لتحت هايو موجود فعليا يمكن إحنا حالين عليه من قبل مساحة تعيته 4.3 ثمانية طيب 4.3 ثمانية فهي على السريق كداش تطلع معنا فعندنا هنا 0.9 ضرب 36 ضرب 4.3 ثمانية يطلع الجواب 1 4 1.9 ثمانية أيوة أو 0.9 1 ثمانية هيك طلع معنا بالنسبة للـ Yielding الـ Rapture على السريع نجي نحكي إنه 5P Nominal إلو بتساوي 0.75 ضرب الـ F Ultimate ثمانية خمسة ثمانية ضرب الـ U في الـ Area NET الـ U في الـ Area NET فنيجي نحسب الـ U والـ Area NET بالنسبة للـ Area NET هي نفسة يريا جرس مباشرة أيوة ليش الحام ما في عندي هولز فبالتالي هي نفسها 4.83 بالنسبة للـ U رح تكون 1 ضقص X bar على أل ليش لأنه هو موصل بس من خلال لقوة يعني هذا لو نطلع عليه من هاي الجهة شو رح نشوف رح نشوف هيك تمام هاي القستبلي التحتية رح تكون والالحام موجود هون بس وموجود هون بس هيك بيذا الشكل طبعا يعني هو ما في عندي الحام أصلا هاي لقوة عندك تلحمها يعني ما أيش لقوة تلحمها فيش يش تلحمها معاه يعني هون اللي تحتيه بليت البليت ما لها أجزاء ثاني تلحمها معاه فمنطقيا لازم تكون طالع صح طيب فبالتالي بتحكي 1-X bar على أل بالنسبة للأل هي طول للحام الطولي اللي هي 6 بالنسبة للـ X bar منروح نجيبها من المانوول 1-X bar على 6 طبعا لاحظ هذا الأل سكشن 6 في 6 معناته متساويات معناته بالنسبة للأل سكشن هنا يعني اللق اللي طالع عندي ما رح أواجه فيها أي مشكلة أيو لأنه اللق اللي طالع هاي طولها 6 وهاي طولها 6 مدام الثنتين طوله النفس الطول معناته X bar Y bar اللي في المانوول راحات يكون نفس الإشي تمام أيو أهم إشي دائما لتركز إنه أنا بشتغل مع اللق 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 إذا كانت هي الصغيرة معناته أنا بأخذ الأصغر بين X bar Y bar أما إذا كانت اللق اللق اللي طال عندي اللي مش موصلة الكبيرة بأخذ الأكبر بين X bar Y bar تمام طيب تمام فني جيس هنا عندنا طبعا القيم زي ما قلنا تعالت X bar Y bar راح تكون نفس الإشي فعندنا يعني قيمة Y bar هنا عندي 1.62 تمام وقيمة X bar شو لازم كمان تكون عندي 1.62 تمام فإذا نلاحظ إنه نفس القيم زي ما حكينا فهي بدالها 1.62 فهنا نجي نحسبها 1-1.62 على 6 يطلع معنا الجواب 0.73 في داعي الالترنتيفز اللي هو كيس 8 ما في داعي إليه ليش لأنه هذيك الكيس تشتغل على البراغي طبعا هون نحن شو عندنا عندنا الحاب فخلص أنا بكتفي باليو اللي طلعتها من الكيس الثانية طبعا أنت اكتب له إنك أنت اشتغلت على كيس 2 يعني ضروري تكتب أي كيس أنت بتشتغل عليها طيب فأنا نجي نعوض بدالهم هاي القيمة 0.73 وهاي بدالها 4.38 وهيك إحنا عندنا 5P من الربتشر رح تطلع عبارة عن 0.75 ضرب 0.73 ضرب أخيرا اللي هي 4.38 يطلع الجواب 1.39.1 تمام طيب ظل علينا آخر شي تشيك على البلوكشير طيب بنسبة للبلوكشير في هاي الحالة في حالة للحام وين بصير البلوكشير بصير على القصة بليت لأجل هيك هو أعطاني سماكة للأصلا القصة بليت 3.8 تمام أي ولا أجل هيك هو أعطاني سماكة للقصة بليت ولا يعني في السؤال هذا لو رجعنا للسؤال مثلا هذا لاحظ هنا ما جاب لك سيرة سماكة القصة بليت ليش لأنه هذا سؤال الحام فعليا لو بدي يصير هذا عليه ربتشر مثلا هذا السؤال لو بدي يصير مثلا عليه بلوكشير لو بنشتغل عليه بلوكشير انت بتحتاج سماكة القصة بليت تمام بس سماكة القصة بليت الثكنس إلها مش مو عطى بالسؤال لويش لأنه هو أصلا ما طلب منه يعني تستخدم بلوكشير على هذا السؤال ولكن هنا طلب منك بلوكشير فلازم يعطيك سماكة القصة بليت لأنه هذا الحام وباللحام زي ما قلنا اللي بدي يصير عليه بلوكشير هي القصة بليت وين رح يصير عليه البوكشير في هاي المنطقة تمام هاي المنطقة اللي بدها تنمزع من بد ينمزع منها جزء من القصة بليت تمام طيب فشو هذا الجزء أطواله أو أبعاده هذا الطول ستة ومعطينية طب هاذا الطول كيف بدي يعرفو هاذا الطول ونفس الطول الارسكشن ومو الارسكشن قال لك ستة بستة يعني ما نتواهي شو تتكون كمان ستة فبالتالي هاذا عندي تنشن بلين هاذا التنشن وهاذا إيش الشير بلين صح فبداي وجي أشتغل على التنشن بلين أطلع له البداية الاريا نت طبعا رح تكون نفسه اريا غروس فش عندي هولز فبالتالي الاريا نت نفسه اريا غروس معنا هذا الكلام انه رح تكون عبارة عن ستة في سماكة ايش القسط بليت فباجي بحكي ستة في سماكة الثلاثة ثمانية طيب هاي بالنسبة لاريا غروس الشير رح تكون نفسها اريا نت الشير ليش انه ما في هولز استثنيها فبالتالي رح اجي أحكي انه عندي سطحين من الشير طول الواحد منهم ستة وبسماكة القسط بليت يعني عشان نطلع القيمة الثانية تطلع هاي اربعة ونوص فتعال نيجي الآن نعوض بالفايد بي نومينال طبعا اللي بتساوي بوينت خمس سبعين في البي ان طب بدي اروح اطلع البي ان عشان نعوض القيمة هون البي ان عندي هي قيمة اقل او اقل قيمة بين قيمتين قيمة الاولى بوينت ستة في الاف واي اللي هي ستة وثلاثين طبعا عندنا الاريا جروس الشير واريا نت الشير نفس الاشي طيب ففي ايش في اريا جروس الشير اللي هي اربعة ونوص بدي اضيف عليها الاف التمت اللي هي عندنا ثمانة وخمسين صح احنا بنعوض ثمانة وخمسين هون ايوه ضرب ايش ضرب اه اثنين فاسة خمس وعشرين اللي هي اريا نت تاعت التنشن ومن تحت باجبه البي ان ستة بس بدل الستة وثلاثين بعوض وبدل اريا جروس بعوض ولي هنا نفس الاشي طبعا للشير زايد وهذا ولا بنزل زي ماهن تمام وهيكا راح يطلع معنا الاجابات الاولى بتطلع معنا خلاني نيجي نعوضها زايد خمسة ثمانية ضرب اثنين فاسلية خمسة يطلع معنا الجواب هنا ميتين سبعة وشرين فاسل سبعة تمام لانه عندك كل شي ثابت وانت زودت هذا الرقم يعني ماكيد راح تطلعها كبر معك فبالتالي هاي القيم الكنترول راح اضربها هون في بوينت خمسة سبعين ايوه فليس نحكي اثنين اثنين سبعة فاسل سبعة ضرب بوينت سبعة خمسة يطلع معي الجواب مية وسبعين فاذا الجواب اللي راح يطلع من هنا مية وسبعين فاسل سبعة ثماني وهيك بكون انهينا بالنسبة لها لبلوكشير طيب فبنانا على هذا الكلام عنده مية وواحد واربعين وعندي هاي قديش تلعت مية وثلاثינين هاي تلعت مية وثلاثين وهي مية ووحدة واربعين وهاي تلعت مية وسبعين فمن الكنترول المية وثلاثين هي الكنترول الكنترول فاذاangs قيم الكنترول هي 1993.1 تمام فاذا الووضوع بسيط جدا وما في عندي أي مشاكل وفعليا هيك أنا بكون شيكت على بلوكشير طيب قبل ما انهي المحاضرة بدي أرجع للإكزامبل أو للبروبلم اللي تchod kul惜 تلكو عنه اللي هو هذا البروبلم صح قلنا همش معطينا سماكة القسيط البليت و BooPad dess heoQ مصح مثلا على هذا البروبلم ممكن يعني تحطوه على ورقة خارجية وحلو خليني نحلو على بلوكشير اول اشي انت راح تلاحظه ان احنا فعليا ما اخذنا بلوكشير او ما بتذكر في صورة بلوكشير لا الحام ما يكونش هنا في عندي طيب بقولك شو يعني ما فيش مشكلة من قللك انه اصلا لازم يكون عندك الحام لازم يكون نقودين لهم ترانسفرس عشان يطلع عندك البلوكشير في هاي المنطقة تمام من قللك انه لازم يكون في عندنا والله الحام وشو معناه البلوكشير البلوكشير معناه يصير مزع صح يصير مزع او تيرينج زي ما سميناه ايوة مين للقسط البلوكشير او لبليت اللي بصير عليها البلوكشير طيب تمام طيب تمام طبعا احنا شفنا على البراغي كيف ممكن يصير وحلينا عليها ولكن هنا ايضا عشان يصير عندي مزع او يعني تيرينج ايوة للمنطقة هاي اكيد اكيد عشان يصير البلوكشير عشان تنفصل هاي البليت ايوة وتطلع من مكانها لازم يصير مزع للمنطقة هاي لهذا الشير بلين ولازم يصير مزع للمنطقة هاي حتى لو كانت موصلة لازم تلمزع لازم يعني تنشق تمام عن البلايت اللي يعني موجودة عندي على الجهة الثانية وعلى القسط البلايت الموجودة عندي هون تمام فلازم يصير في عندي انشقاق بيناتهم يعني انصح التعبير طيب فبالتالي التيرينج اللي رح يصير اكيد رح يصير كمان على المنطقة هاي فيعني حتى لو ما كانت مش موصلة لازم المسر عليها عشان يصير بلوكشير فبالتاله بد soort وبد متيجة يشيك على البلوكشير بد ياجي يحكي والله إنه بصير في هاي لما في هاي المنطقة top الكريتال. لعمين بصير على فأي سماكة بدي ياخذ سماكة نصة لي أنا أعطتك إياها من عندي تمام فبالتالي بدك تيجي تشيك على هذه البلوكشير شو بدك تيجي تحكيي. والله عندنا تنشين بلاين أو تولو خمسة والتنشين بلاين كمان والله بالصوت فكمان طوله 5 هنا في هذه الحالة. فناجي والله نشوف انطلع ايريا نت التنشن في هذه الحالة راح تكون 5 في السماكةню monte. تمام الاجباسة. وبرضو ايريا جرس الشير و ايريا نت الشير راح تكون زي بعض. في عندنا سطحين شير في اثنين في خمسة في كمان نص. في بتطلع طبعا عندي اثنين ونص وهي راح تطلع عندي خمسة تمام? من نص مع ان اثنين في روحة فبطلع عنده خمسة تمام? طيب بدا家 تيجي تطبق طبعا القوانين طبعا هنا F Ultimate و F Y اللي هن 36 و 58 فغالي نجح نطبق كمان عليه مرة ثانية للتأكيد ويعني هاي الملاحظة حبيت أذكرها عشان لو شفت في الامتحان يعني انه والله في عندك بس انه أو حتى لو شفت بس كمان على نفس المبدأ تشتغل يعني لو شفت مثلا هيك أيوة والتوصيل بس كان على نفس المبدأ برضو كمان رح يصير عندك هنا ورح يصير في هاي المنطقة تمام لانه فيش غير هذا الحل انه يصير في عندنا والله تنشق هاي القطعة وهاي القطعة يعني نتيجة انشقاقها يصير في عنده انشقاق مع هذوق القطع تمام هاي القطعة الموجودة عندي هون طبعا وهي إيش هاي يعني هاي عبارة عن أصلا بليت تمام أيوة فيعني يعني مدامها بليت وانت عامل لها معناته اكيد لبليت ما بنعرف انه لها جزء واحد فمدامها جزء واحد وهي موصلة مع القاسة بليت فأكيد هذا الحكي معناته إنه إذا بدو صير عندي تيرينج أو بلوكشير أيوة فأكيد إنه البلايت رح تسحب الجزئية هاي كامل محا أيوة فيعني لازم تسحب الجزئية هاي كامل محا عشان يصير دها تيرينج فالموضوع يعني بسيط تمام يعني فما تحتار والله لو إجاك مثلا يعني والله أو لو إجاك مثلا أو لو إجاك طبعا حلينا عليه فعليا يعني أكثر من ولكن لو يجاك بجزء مش ملحوم فعادي أنت رح تطبق على نفس المنطقة بتاعة البلوكشير لم ل cabditi لم لا تختلف عندك تمام لأنه عشان يصير البلوكشير لابد نصير عندك انفصاص لابد نفصلIR يفصلين عن القطع عن المنطقة فأعشان يفصل إنهم لابد نفصلين ببلوك معينة في بلوك Blockchain يجب أن يصير اله yeah تمام أيوة هاي اللابد لازم يصير اله I راح تظلها هي ي MindG يعني ما راح تختلف ما هاي المزعت هاي المنطقة كيف فيديو ينفصل أصلاً ما رح ينفصل فبالتالي هي لازم هذة مثلاً يصير ذو مثلاً ربتشار وهذه يصير ربتشار وهي كمان إيش يصيرتها ربتشار معهم عشان تطلع القطعة كلاياتها من مكانها وصيرتها بلوكشير فلو جينا مثلاً هنا حسبنا الـ 5P من البلوكشير راح نقول 0.75 ضرب الـ 5P منها طبعاً هنا كونه في عندك القيم كلهاتها زي بعض تاعت الـ Area Gross الشير وـ Area Net الشير يعني مباشرةً من الـ Example الأخير لحلينا إيش أخذنا؟ أخذنا القيمة الأولى صح؟ القانون الأول فهي القانون الأول رح يطلعه الأقل فأنا رح أوضع القانون الأول مباشرةً القانون الثاني ما رح يعطيني قيمة أقل فبالتالي خلص مباشرةً رح أجي أحكي 0.6 في الـ F-Y اللي هي 36 في الـ Area Gross أو اللي هي نفس Area Net الشير هي 5 وضيف عليها الـ F-Ultimate اللي 58 ضرب 2.5 تاعت التنشن فيعني هاي قداش رح تعطيني مثلاً 2.75 طبعاً لا ننسى أن الرقم اللي أنا حطيته نص حطيته من عندي تمام؟ السماكة هاي حطيتها من عندي ماشي؟ طيب ماشي فهذا يعني زي ما تحكي فرع زيادة فهاي طرعت مثلاً أعطتنا 189.75 طب اللي قبل قداش أعطونا؟ والله هذا 61 تشوف وهاي 60.5 فعلياً هذا مقاومته كثير عالي يعني مقاومة حصول البلوكشير كانت كثير عالي فعلياً تمام؟ لا الـ Distribute ففعلياً أكيد هي مش رح تكون الـ Control فالـ Control يعني ظلت وما تزال قيمة الـ 60.75 ولهون منكون هنا كل إشي بخص شابتر ثلاث ولله الحمد إن شاء الله في المحاضرات القادمة رح نبلش في شابتر فور ونكمل باقي المادة ولهون نقول لكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دومتم في أمان الله اشتركوا في القناة